موسيقى موسيقى سيد سعيد يعطيك العافية ويسعد أوقاتك طبعا طمام تعطينا لمحة في البداية عن المكان نحن موجودين فيه حاليا جغرافيا وتعرف المشاهدين أكثر بمحمية وديقانا بالنسبة لمحمية وديقانا 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 مش محمية طبيعية هو أراضي خاصة مملوك لأهالي ديرستيا وأرض وسكان وديقانا مساحته 5000 دنم المحمية الطبيعية محمية وديقانا الإجمالية مع الجبال اللي بتشوفها اللي هي بيعتبروها أحراش ومحمية طبيعية مساحتها 11000 دنم مسجلة كلها وتابعة لديرستيا محمية وديقانا الطبيعية أكبر محمية موجودة في فلسطين ومن أشهر المحميات الطبيعية ومن أجمل المناطق في فلسطين هي منطقة تشوف فيها أشجار حرجية مش موجودة بأماكن ثانية بتشوف فيها نباتات مش موجودة بأماكن ثانية بتشوف فيها كمان طيور سكانة الخاص اللي هو من أجمل مناطق فلسطين والآلاف من سكان الضبف الغربية من كل أنحاء فلسطين هذا الوادي متنفس طبيعي للوطن كله وإحنا ديرستيا ديرستيا بنرحب كل الزائرين اللي بزوروا وادي كانا واللي بزوروا البلد الكديمي في ديرستيا التاريخية وبنستقبلهم وشو مطلوب خدمات منا بنكدم لهم لكن في وادي كانا هو في صراع على هذا الوادي بيننا وبين الاستيطان اللي شايفوه هذا بجبال المحيطة بوادي كانا مستوطنات عدد كبير ممكن الواحد يسأل هاي الأراضي حكومية استولى عليها الاحتلال سنة 1967 من الحكومة الأردنية وبعتبر حاله هو الآمر الناهي في هذه الأراضي وهو بعطل مستوطنين هاي الأراضي أراضي للحكومة وبشرعين لهم إياها بحولها من أراضي حكومية إلى أراضي خاصة في صفة الاستخدام مشان يبنوا فيها ويستغلوا هذه الأراضي وإحنا أراضينا الخاصة اللي موجودة داخل المحمية الطبيعية ومنها وادي كانا اللي إحنا حاليا موجودين فيه بيطبق علينا كوانين المحمية الطبيعية خلالنا آلاف الأشجار في منطقة وادي كانا ومحمية وادي كانا كمان سيد سعيد فقط للتنويه للمشاهدين يعني ربما تشاهدون حاليا مشاهدين عبر الصورة ما تشاهدون حاليا هي مستوطنات إسرائيلية تقام على قمم هذه الجبال المحيطة بنا يعني هنا يوجد على الأقل سبع أو ثمان مستوطنات إسرائيلية مقامة منذ عشرات السنين تشاهدوا الآن يعني إحدى هذه المستوطنات المقامة هنا على قمم هذه الجبال طبعا نحن نتحدث عن مساحة شاسعة جغرافيا المشاهدين تبلغ أكثر من عشرة آلاف دنم أو ربما أربعة عشر ألف دنم في هذه المنطقة وأيضا يعاني السكان الفلسطينيين كذلك من إجراءات الاستيطانية والإسرائيلية التي أعلنتها محمية طبيعية بموجب هذا الإعلام يحرم الفلسطينيين من مارسة نشاطاتهم الزراعية بحرية في المقابل يغض الاحتلال الطرف عن النشاطات الاستيطانية والسعي المستوطنين لتحويل هذه المناطق الطبيعية لمناطق سكنية تحدث أكثر عن هذا الموضوع أكثر سيد دي سعيد نعم إحنا كثرة المستوطنات كما زي ما حكنا لكم هي بالأراضي الحكومية وجود الأراضي الحكومية وهي مساحتها محمية وادي كانت اللي بيعتبرها الاحتلال هو مسؤول عنها واستولى عليها 11 ألف دنم منها 3500 دنم أراضي مساحة المستوطنات من 11 ألف دنم وهو كل فلسطيني كل أصحاب الأراضي الفلسطيني اللي من أهالي ديريستيا موجودين في الوادي وداخل المحمية الطبيعية تطبق عليهم كما حكينا كوانين المحمية الطبيعية هد عزب هد سلاسل حجرية وهذا إشي جديد وهو ما بمنع تغيير أي واقع في هذا الوادي إحنا بحاجة مثلا إلى تأهيل طريق وادي كان بيجي يرفض باستمرار يعني بعد ست مراسلات أعطونا يومين نأهل طريق وادي كان وشو اليومين يعني في تأهيل طريق طلبنا كبل ثلاث سنوات عن طريق الارتباط الفلسطيني إنه بلدية ديريستيا تعمل استراحة في وادي كان فأجا رفض كامل ممنوع ممنوع فكل إشي بتحاول تعمله تعمله يا إما بيشوفوهوش الإسرائيليين أو إما أنت بتعمله بدون بدون علمهم أو بيجي يرفض إحنا في وادي كان في قصة مهمة عايشين على أكبر حوض مائي فلسطيني موجود في فلسطين وهو بكلوله الحوض الغربي اللي بمتاد من عزون كفر ثلث صنيري لحوارة ووادي كان موجود على هذا الحوض المائي هو ديريستيا وعمله بير في كرني شمرون 24 ساعة بيسحبوا مياه من هذا الحوض اللي هو عليه هذه الينابيع وبأخذوها حتى للداخل الفلسطيني تصور يعني بيسحبوا من هذا الحوض 400 مليون متر مكعب مية سنويا سنويا من هذا الحوض بأخذوا الفلسطيني 120 مصاري بيبيعوهم مياه بيع وهم بأخذوا 280 مليون متر مكعب بأخذوها للمستوطنات وبأخذوها للداخل الفلسطيني وهي مياهنا وأرضنا وإحنا في هذا الوادي اللي مساحته كما ذكرنا 5000 دنوم نتعرض لأعتداءات كثيرة من كبل المستوطنين زي من زي من تشايف هذول تبعين التركتور وكمان في مسيرات للإسرائيليين بيعملوها بهذا الوادي بيسكروا مدخل الوادي بيمنع المزارعين من الدخول للوادي وملاك الأراضي والمتنزهين اللي بيجوا من كل أنحاء فلسطين في أيام سيد سعيد برغم كل ما ذكرت من معاناة استيطانية حقيقية وجود عدد من المستوطنات ولكن أيضا حدثنا أكثر رغم ذلك يعتبر المكان متنفس طبيعي ونحن نشاهد في هذه اللحظات ربما وعند انتشار الخضار والعشب وتصبح المنطقة بيئة جميلة للزوار والمستجمين في هذه المنطقة تحدثنا أكثر عن وجود زيارات لهذه المنطقة ونحن نشاهد ربما في صاعات الصباح اليوم بعض الزيارات ولكن الأمر يختلف طبعا بطبيعة الحال أن في أيام أخرى يزدحم المكان بالمستجمينة وكما ذكرت لي هناك المئات ربما الآلاف يزورون هذا المكان حدثنا أكثر عن هذا المكان أيام الجمع والسبت بزور الوادي آلاف الزائرين من كل أنحاء فلسطين ونحن روجنا لوادي كونا لكي يأتي كل سكان الضف الغربي يزورون بهذا الوادي وهو متنفس طبيعي لكل سكان فلسطين ونحن نرحب فيهم في وادي كونا وفي ديرستيا في البلد الكديمي وممكن الزائر يقضي عندنا يومين أو ثلاث أيام ووجود خرب تاريخي محيطة بديرستيا كمان وبوادي كونا بتشجع الزوار ونحن بصدد بفتح طرق عليها بتشجع الزوار انهم يجوا على وادي كونا وعلى ديرستيا البلد الكديمي وهي المنطقة منطقة متنفس طبيعي يعني بيجونا مسارات من كل أنحاء فلسطين بيجونا زوار من الخليل لجنين لعرب الداخل وإحنا أهلا وسهلا في كل واحد بزورنا بس بنعمل من إخواننا الزوار اللي بزورونا في وادي كونا انهم ينظفوا نفاياتهم هاي الحاويات موجودة حطها الكيس الواحد في الحاوية وكمان بنعمل منهم زي طبعين التركتورون هذول اللي كاعدين بيعملوا في حركات بيخربوا كاعدين في الأراضي بيهدوا السلاسلة الحجرية بتصور يعني هذا أما يجي طبعا التركتورون هنا بالساحة هاي اللي بيبكى فيها مئاته ربما ألاف الأشخاص كاعدين وفي يوم زي هذا زي الأيام هذه مطر ووحل كاعد بيعتبار بيخرب بالأرض سيد سعيد ممكن تحدثنا يعني سمحت بنطلب من كل الجهات الرسمية والخاصة بصحاب القرار إحنا في ديرستيا وفي وادي قانا إنهم يمدوا يجلعون لمزارعين وملاك وادي قانا وحماية هذه الأراضي ومساعدون في حمايتها فيه لأنه مستهترين بيخربوا هذه الأراضي كاعدين وبيخربوا على المزارعين ويعني بدنا من الجهات الرسمية تتعاون هي وسكان وادي كانا وجيرستيا لحماية هذا الوادي وجعله حتى يستمر متنفس طبيعي كل الناس تيجي عليه وكل الناس تقضي إجازتها فيه سيد سعيد أيضا هناك بعض النبيع وابرك الماء موجودة أيضا منتشرة في هذا الوادي ونحن نقف بجوار إحداها طبعا وهي من مناطق الجميلة التي تستحق زيارة حدثنا أكثر هناك مسارات تقام وتنظم من قبل بعض الناس أو الجمعيات والمؤسسات أو الأشخاص الذين ينظمون لحلات سياحية للمكان حدثنا أكثر عن هذه المسارات السياحية التي تنظم من أجل تعريف الناس بوادي قانا هو في وادي قانا بجين مسارات سياحية من جميع أنحاء فلسطين مسار ديرستيا وادي قانا كفر ثلث ومسار كفر ثلث وادي قانا ديرستيا وهو من أوائل المسارات في فلسطين ومسجل بوزارة السياحة والأثار الفلسطينية مسار ديرستيا وادي قانا من أول هو مسار في فلسطين وإحنا يعني وبتيجي جمعيات هون جايبين موظفينها بتيجي وزرات جايبين موظفينها بتيجي مدارس جايبين موظفينها وأنا قابلت وزير التربية والتعليم قبل تقريبا ثلث شهور ولكن لجائحة الكورونا إنه كل طلاب وزارة التربية والتعليم يجوا على وادي قانا لأنه أجت رحلة هنا عوادي قانا وما بصيرش يعني وزير التربية الإسرائيلي يجي مع رحلة عوادي قانا وأنا كنت أرسل الوزراء السابقين لوزارة التربية والتعليم كن يجي الرد منطقة غير آمنة يعني وزير التربية الإسرائيلي مع الطلاب الإسرائيليين يجي على وادي قانا وإحنا طلابنا ما يجوش على وادي قانا وعلى البلد الكديم باتمنى إنها تصل للرسالة طبعا أنا وصلت الرسالة شخصيا لأخونا وزير التربية ووعدني وعد إنه بس تنتهي جائحة الكورونا ويبدأ موسم الرحلات في وزارة التربية والتعليم يزوروا ديرستيا تبكى من ضمن زيارات وزارة التربية والرحلات الطلابية ديرستيا الكديمي البلد الكديمي ووادي قانا الجميل جدا على مستوى فلسطين إذن واضحة رسالة أستاذ سعيد زيدان يعني مطلوب أيضا اهتمام أكثر من قبل الجهات الرسمية وتنظيم رحلات بشكل مستمر أكل حال شكرا زيما لحضرتك سيد سعيد زيدان رئيس بلدية ديرستيا تحدث أيضا مشاهدين مع أحد مزارعي ديرستيا من يمتلكون أراضي وبيارات حمضيات هنا في ودي قانا تعرفنا عليك في البداية عم الحاج وتحكي لنا ما هي طبيعة شغلك في هالمنطقة أخ جهاد منصور إحدى المزارعين من ودكنا ديرستيا وإحنا أنا زال الحمد لله يعني إلي 30 سنة ونا في ودكنا حمضيات جميع أشكالها وبنزرع زتون والحمد لله وبنزرع فول والحمد لله يعني ثروة إنا وعايشين من وراها وصامدين في هذه الأرض إن شاء الله ونتعرض لمنك بل طبع الطبيعة يعني بكل إنها محمية طبيعية طبع حمية طبيعية إجدادنا ربيه هنا تقصد حضرتك سلطة الطبيعة الإسرائيلية أه الطبيعة الإسرائيلية يعني أمره مكان عنه محمية طبيعية بس هم بدعوا بس إحنا إجدادنا قدماء وإحنا ثابتين عليهم وإن شاء الله نظر ثابتين هذي الملك لي وبعدين النظام نبيارة إلها معاي 15 سنة من دارة بوحجلة كل حمضيات جميع أشكالها والحمد لله قايم فيها وعايش أنا أولاتي وهل داري منها وبين بيع الحمد لله فوات كان هنا يعني بيجون الناس الزوار وبرحب بيهم وزارع 150 كيلو فول وبزرع بطاطا وبصل وثومي كل شيء الحمد لله إذن المرضو بتعتاشوا كمال من ودقانة في الكثير من مزارعين أو ربما البعض المزارعي دارستيا يعتاشون من ودقانة غير زراعة الحمضيات غير حمضيات آه الحمد لله يعني أنا بعمل عن حوالي 3000 كيلو فول 2000 كيلو فول كل سنة وبزيلي وبطاطا يعني محصول يعني محصولنا سلي غذائي يعني يعني واد كان سلي غذائي إنت لو جيت قبل في الثامنين عامة وثمانين بكينا نسوي يعني منه ألاف إطنان الكمح والشعير والعدس والفول آه أهما بيدعوا هين زراعنا ستطون والحمد لله وثبتين في هذه الأرض إن شاء الله للأبد يعني الحمد لله شكرا جزيلا لحضرتك ويعطيك العافي يعني مشاهدين ما تشاهدوه إذن يعني هنا في هذه الجولة وفي هذه التغطية جزء من المشاط الذي يحتفي به واد قانا بصفته متنزها طبيعيا ومكانا يأتي إليه الفلسطينيون الاستجمام بشكل مستمر خصوصا في أيام فصل الربيع وأيضا مع وجود أجواء وطقس معتدل ويسمح بتلك الزيارات هذا المكان يكون عادة أو في الأيام التي أيام العطل الرسمية أو أيام العطل الأسبوعية مزدحما بالزائرين كما ذكرنا رئيس البلدية قبل قليل وضيفنا قبل قليل هذا الأمر يعني يستقطب الزائرين من مختلف مناطق الضفة الغربية رغمى وجود مناطق استيطانية ومستوطنات إسرائيلية كثيرة تنتشر على قمم الجبال هناك ثماني مستوطنات إسرائيلية مقامة على قمم جبال منطقة وادي قانا هذه المنطقة التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من عشرة آلاف دنوم وبعض تلك الدنومات والكثير منها هي مناطق زراعية تزع فيها الحمضيات والزيتون أيضا ويعتاش منها المزارعون من بلدة ديرستية القريبة من هنا قانا الطبيعية هنا في القريبة من بلدة ديرستية بمحافظة سلفيت نشكر لكم طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر